قادر فيروس أورو بوش أنه يتصدر الترنت خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما أعلم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي عن إصابة ما يقرب من 21 شخص في الولايات المتحدة بالمرض أثناء سفرهم خارج الولايات المتحدة في الصيف وده بالإضافة لأنه تم تسجيل أكتر من 8000 حالة حوالين العالم في شهر أغسطس بس وبحسب التقارير الصدرة المرض ده بيتنقل عن طريق لدغات البعوض وبيسبب مرض بيسمى حمى الكسلين وتم اكتشاف المرض ده الأول مرض في سنة 1955 وبالرغم من أنه المرض ده مرتبط بحيوان الكسلين إلا أنه مش بيتنقل عن طريقه ولكن بيتنقل عن طريق لدغات البعوض بس وبيتسبب المرض في الحمى والقيق والصداع والطفح الجلدي وغيرها من الأمراض المشكلة الحقيقة في المرض ده أنه حتى الآن ملهوش أي لقاح